بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة الطلاق في المنام نقول لمن قرأ سورة الطلاق في المنام يدل على تخلية وإرسال تخلية تخليه تبتعد عنه أو ترسله بعيد عنك هذا في الأصل تنظر إلى الاشتقاق تقول يدل على طلاق وطلق الولادة وطلق النار لأن الرصاصة تخرج من فوهة البارودة كذلك تقول كلام في مكانه وهدف تحققه لأنك أنت أرسلت أعمالك علشان تحقق هذا الهدف كذلك تقول التقاط وقط ولقط وانفصال لهو ضد الطلاق وتقول انطلق ترك مكان الأولاني وخلى وراح مسترسل للمكان الثاني كذلك تقول مثلا طلق اللسان يعني بليغ ومفوه وكلامه واجد حلو كذلك تقول طلق المحية بشوش طلق المحية بشوش فرحة على وجهة باينة أطلق اللي في قلبه من الفرحة وبان على وجهة فيه بالباشاشة فما تحصر التعبير بأن كلمة ورد ضغطاها بالنسبة ل قراءة سورة الطلاق في المنام فتقول مثلا تدل على طلاق باين نعم تدل على طلاق لهو إطلاق الشيء وإرساله والتخلية منه والتخلص منه كذلك باين يعني بغير رجعة إليه أو برجعة إليه مما يترتب عليه خير أو شر وتقدر الخير والشر بحسب حال الرائي وما يليق به وما تدل عليه الرؤية فلذلك كلام المعبرين عندما يقرأ في الكتب لابد أن تفهمه وتنزله على حالتك أو على الرؤية أو تاخذ اللفظ وتعرف إيش مداره في كل الألفاظ واشتقاقاته ومشابهته هذا اللفظ مثلا مثل الطلاق تخليه وإرسال هنا وبعدين تركب التعبير ثم بعد ذلك إذا الله سبحانه وتعالى وفقك ستجد اللي توصلت الله هو اللي حيتحقق في الواقع والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر